اشتركوا في القناة نتناولها بالقراءة والتحليل مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد عبدالخالي الكاتب الصحفي بروز اليوسف أهلا محضرك معنا أهلا مستهلا بي جفاه الحقيقة موضوعات كتير مش بس اللي نوهنا عنها لكن كمان في ملفات أخرى ولكن خلينا نبدأ من الصفحة الأولى وهذا الملف المتعلق بآخر التفاصيل بشأن المحطة النووية بالضبعة ونقرأ هذا الانوان السيسي يستعرض مع شاكر التفاصيل النهائية لمشروع الضبعة النووي سيد محمد من خلال هذه المتابعة ما هي أبرز النقاط التي استعرضها الرئيس مع وزير الكهرباء والطاقة هو في الحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد النهاردة لقاء موسع مع وزير الكهرباء والطاقة تنقش فيه في عدة موضوعات مش بس في مشروع الضبعة النووي بس طبعا كان أهم الموضوعات اللي تم ترحاها هو آخر التطورات في ملف المفاوضات بين مصر وبين روسيا اللي المفروض أنها هتقوم بتنفيذ مشروع الضبعة النووي لمتابعة ما تم التواصل إليه من مفاوضات بين الدولتين بخصوص تكلفة المشروع موعيد البدء والانتهاء في المشروع مستويات الأمان اللي مصر حريص على أنها توفر أعلى درجات مستويات الأمان في الموضوع ده بالإضافة كمان للموضوع الضبعة النووي الرئيس وزير الطاقة والكهرباء اتنقشوا في مشروع التوليد الطاقة من المصادر المتجددة تاني حاجة اتنقشوا فيها ملف تطوير وصيانة محطات الكهرباء اللي موجودة بالفعل واللي شغالين فيها من السنة اللي فاتت والرئيس بصراحة أشاد بالدور اللي أمد بيه وزارة الكهرباء وده نعكس في الأداء اللي لأيناه في صف 2015 رغم كمان أن الفترة دي شادة التفاع ملحوظة في درجة الحرارة بس الحمد لله يعني الدولة قدرت تواجه الموضوع وما كانش فيه انقطاع للطيار بشكل كبير كان موجود طبعا ما قدرناش نقضي عليه نزجة ماء في المية بس يعني قدرنا أن احنا نواجهه بشكل كبير والمفروض أن احنا مستمرين لسه في صيانة وزيادة الموالدات الكهربائية ومن الحاجات كمان اللي الرئيس تتكلم فيها مع وزيادة الكهرباء والطاقة ضرورة التأكيد على ترشيد الطاقة التوسع في استخدام لمبات الليد التوسع في استخدام لمبات الليد لإضاءة الشوارع مش بس في المنازل إضاءة الشوارع إضاءة المؤسسات الحكومية ووصى على المستهلك أنه لازم نلتفت للمستهلك ومتطلباته وللشكاوة نواجهها بشكل جدي ونهتم بها تمام طيب بالنسبة لمشروع الدبعة النووي هل تم تحديد مراحل فعلي لتنفيذ المشروع هو يعني احنا الغد الوقت لسه في مراحلات مفوضات فيه كذا شركة من كذا دولة قدموا عروض كان منها مثلا أسبانيا والصين وروسيا بس كان الأفضل الملفات اللي تقدمت لنا هو الملف الروسي بخصوص المدة اللي مصر هتدفع فيها لتكلفة المشروع هما يمدين لنا مرحلة أوسعة شوية لكن التحديد بالضبط إمتى هيتم البدء أو الانتهاء منه أعتقد لسه التواريخ المحددة دي لم يتم الانتهاء لهم تمام إلى الصفحة الثالثة وهذا العنوان رئيس الوزراء يلتقي ولي عهد أبو ظبي لبحث التعاون بين البلدين بن زايد يؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات سيد محمد يعني في البداية هذه الزيارة تأتي في أي سياق وأيضا نتحدث هنا عن خصوصية العلاقة بين مصر والإمارات تحديدا تمام هو رئيس الوزراء ومعها عدة وزراء مصريين ووزير الاستثمار ووزيرة التعاون الدولي ووزير التعليم العالي في زيارة لدولة الإمارات لمدة أربعة أيام لحضور القمة العالمية للحكومات اللي بتوقع في دبي هذا بصراحة يعني نشاط متميز جدا لدبي يعني لازم كلها نحييها عليه ويريد نبقى إحنا عندنا يعني نعمل نعمل مؤتمرات ونعمل لقاءات وننفتح العالم بشكل كده زي النموزج المشارف اللي احنا شايفينه في الإمارات ده إحنا كان عندنا العام الماضي للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جميل إحنا عايزين يبقى عندنا حاجات أكتر وما تبقاش يعني بشغل تقليدي يعني مؤتمر الاقتصادي مرة كل سنة يعني قمة للحكومات جديد ومش موجود يعني مؤتمر الاقتصادي بتعمل في كل الدول العالم بس أنا بقول إنها فكرة جديدة يعني في أفكار جديدة بتتعمل في دبي خارج الصندوق أتمنى إن إحنا نحظو حزوها يعني فالقمة دي شارك فيها يعني أكتر من 3000 فرد من 125 دولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعني يقدم كلمة بالفيديو كونفرنس الشيخ زايد نفسه يعني عمل لقاء مفتوح من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها حوالي 10 مليون فولور بيتابعوا فيها استخدام كويس للتكنولوجيا ينفتاحها للعالم تقديم منطقة الشرق الأوسط ودبي تحديدا بشكل المستقبل الوعد للاستثمار رئيس الوزناء التقى بولي العهد ونائب رئيس القوات المسلحة في دبي اللي هو الشيخ محمد بن زيد النهيان نقشوا الأمور في مصر اقتصاديا وسياسيا مش ازاي نقشوا عدة قضايا إخليمية خاصة باليمن يعني يتكلموا في استثمارات يتكلموا في إصلاحات اقتصادية يتكلموا في زي ممكن يبقى فيه مساهمات ودور أكتر للاستثمار الإماراتي في مصر يتكلموا وأكدوا على عمق العلاقات زي ما حضرتك ما قلت بين الدولتين بين الإمارات وبين مصر نحن عارفين كلنا الإمارات من أكبر الدول الداعيمة لمصر يعني خاصة بعد فترة 30 يوليو صحيح وحملوا سلام للرئيس السيسي شخصي يعني طب من خلال هذه القمة يعني هل متوقع عقد لقاءات أخرى بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل وبعد القيادات الأخرى أيضا من دول أخرى؟ هو بالفعل حصل يعني بس مش من قيادات من دول هو التقت برئيس البنك الدولي وكانت لأنه كمان من ضمن الفريق اللي رايح مع رئيس الوزراء محافظة البنك المركزي الموضوع برضو اقتصادي أكتر منه يعني يتكلموا برضو عن إصلاحات الاقتصادية وعن أسعار الدولار وإزاي نقدر نتكلم عن الاستثمارات والاستيراد والقوانين الجديدة ورفع أسعار الجمارك لبعض المنتجات يعني كان في نقاشات على مستوى اقتصادي كويس يعني أتمنى أنها تبتي سمرها قريب يا رب ان شكرا إلى الصفحة السابعة وهذا الخبر الاقتصادي أيضا ونقرأ بعد ثلاثة عقود من توحش الرأس مالية الدولة تعود بقوة إلى السوق وتستخدم شركتها القابضة في مواجهة الاحتكار تغليد عقوبة المحتكرين إلى خمسمائة مليون جنيه لحماية المستهلكين من النص سيد محمد ده من خلال هذه المتابعة أيضا يعني ما هو المردود الاقتصادي لتغليد العقوبة على المحتكرين يعني بصي قبل ما نتكلم عن المقطة دي تحديدا في القانون يعني هو على فكرة هي كانت الوقوبة كانت 200 مليون بس تمام بقت 500 مليون علشان منع الاحتكار وتم كمان تعديل مادة كده في القانون كانت بتسمح لللي بيبلغ عن قضية احتكار انه ياخد نصف الوقوبة بس لو هما تورد فيها هنا والمادة دي كانت متفصلة يعني تحديدا لأحمد عز اللي كان محتكر للحديد في فترة مبارك بس الأهم من كده احنا بنتكلم في موضوع مهم أو في مصر عندنا احنا عندنا في الستينات في فترة رئيس عبد الناصر كان عندنا حضور كامل للدولة بنسبة 2% كل المصانع تبع الحكومة كل الشركات كل الصناعات التقيلة والصناعات الخفيفة وكله جاء الرئيس السادات راح عامل سياسة الانفتاح وبدل من نعمل بناء كده خطوة فوق خطوة ونستغل اللي فات ونستفيد منه ونبني فوقه لا للأسف دايما بنحط نقطة ونبتدي من الأول السطر وراح فتح البلد وعمل سياسة الانفتاح والقطاع الخاص هو دخل وتغول وانتشر وابترت الدولة تنسحة تدريجيا من السوق جاء الرئيس مبارك الرئيس المخلوة مبارك يعني أضع على كامة باقي من المصارع الحكومية وخص خص وبيع والشركات خسرت وباقت اتباع برقص التراب والدولة ابتدى يبقى ليها غياب تام من الصناعات السقيلة او الصناعات المهمة اللي المفروض كلها يقيت فيها اللي بيحاول دلوقتي الحكومة انها تعمله النتام من التوازن اللي موجود في كل دول العالم واللي المفروض يكون موجود في أي دولة علشان ما تسمعش لحد ان هو يحتكرها ما تسمعش لحد انه يتحكم في مستقبل شعبها او في قوت شعبها ايه هو بقى اللي المفروض يتعمل نحافظ على وجود الرأس المالي الخاص على الرأس المالية الخاص محدش قال نأمم الدنيا بس على اقل يكون فيه سبعين في المية استثمارات خاصة ويكون فيه تلاتين في المية في ايد الدولة تقدر من خلالها تزبط السوق تقدر من خلالها انها تقول لا لما الامور تخرج عن السيطرة وهو ده اللي الدولة بتحاول تعمله دلوقتي خاصة في صناعات مهمة وتقيلة زي صناعات الاسمنت وصناعات الحديد والصب حضرتك عرفة طبعا ان 60% من انتاج الحديد والصب في مصر دلوقتي في مصانع حديدات تمام الدولة بتحاول تعمله علشان توفر اولا كميات من الحديد الطلب عليها بيزيد ايوم عن التاني وفي نفس الوقت ما تسمعش لحد ان هو يتحكم في الاسعار وفي السوق بتحاول انها تشغل افران جديدة في المصانع اللي لسه موجودة عند الدولة بتحاول انها تطور الافران اللي موجودة يعني عندي فرن شغال بطوره علشان ارفع من قدرته الانتاجية وبضيف افران جديدة ما كانتش موجودة فبخلي المصنع بدل مسلا ما هو بيتطلع لي 15 مليون طن او 30 مليون طن لا هزاوده بنسبة 50-75% من انتاج ومن المصانع كمان اللي الدولة مهتمة بيها وشغالة على تطورها وزيادتها الصناعة الاسمنت لانه برضو من المنتجات اللي عليها زيادة في الطلب بتزيد يوم عن التاني وسنة عن التانية فاتجهت لحلين الحل الاول انها هتطرح رخص جديدة لصناعة الاسمنت عن طريق استخدام الفحر علشان ما نخشش في مشكلة الطاقة التانية نقول احنا محتاجين كهرباء او كده الخطوة التانية اللي بتاخدها انها هتطور المصانع اللي اللي موجودة عندها زي مصنع هسينة اللي في العريش وزي مصنع الشركة الشركة القومية للاسمنت والمفروض انها هترفع الانتاج بتاعهم لـ 15 مليون طن سنوي تمام هكذا تستخدمت دولة شركتها القبضة المفروض لان شركات القبضة يقال عليها الزراع الاقتصادية للدولة اللي بتقدر تتحكم فيها في السوق في وقت اللزوم ومش بس في الصناعات التقيلة لا احنا عندنا شركات قبضة كمان في الصناعات الغزائية ودي مهمة جدا ولعبة الفترة الماضية دور كويس جدا قدر يحمي السوق من انفلات كان يعني لقبض الرلاقم وتواجه اكيد غلاء الاسعار الحمد لله عقدة مرة اخرى الى الصفحة الاولى والملفات التي سيتحدث عنها الرئيس امام النواب تشكيل اللجان يؤجل تحديد مواعد نهائي والتقاليد الكلمة في القاعة الرئيسية سيد محمد يعني كلنا عارفين انه الرئيس بصدد القاء كلمة في البرلمان ولكن يبدو ان هناك مشكلة مشاكل او اشكاليات فنية في اختيار القاعة او القاعة التي تصلح لالقاء الكلمة فنتحدث عن هذا الامر هو كان المفروض يعني في الامور العادية الرئيس بيحلف القسم الدستوري او الامور الدستورية قدام مجلس الشعب بسبب ان احنا كان عندنا ظروف خاصة وصورة وانتخابات رئاسية في ظل عدم وجود برلمان فالمفروض ان يدوس سوريا بعد ما يتم تشكيل برلمان الرئيس والحكومة بيروحوا وبيقدموا البرنامج بتاعه فالمفروض ان كان مقرر يعني حسب الخطة الزمنية اللي كانت موضوعة مسبقا ان كان الرئيس مفروض انه هيلقي كلمته وبرنامجه ومشروعه يوم 11 فبراير وده كان تاريخ يعني مش عالف كان مصدفة ولا كان اين هو كان بيتزمن مع تاريخ تنحي مبارك يوم 11 فبراير بس اللي مخلي المعادة دلوقتي مش ثابت او مش محدد تأخر البرلمان في انتخاب اللجان وتشكيل اللجان الداخلية بتاعته احنا شوفنا البرلمان بعد انعقاده واجروا الجلسة الاجرائية وحلف اليمين وانتخاب رئيس البرلمان والنائبين بتوعه الوكيلين انقاطع فترة طويلة وما فيش جلسات بتعقده وما فيش متابعة حتى يعني اعلاميا الموضوع كانوا بيعملوا ايه كانوا بينتخبوا اللجان الداخلية وكانوا بيزبطوا وبيعيدوا ترتيب اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان التأخير في انتخاب اللجان وفي الانتهاء من اللائحة هو ده اللي مخلي الموعد النهائي لكلمة الرئيس لسه لم تحدث بعد بس هو المفروض انها يعني خلال اسبوع مش يعني مش اكتر ومزع مسألة القاعة الرئيسية او موضوع القاعة رئيسية القاعة رئيسية المفروض ان الجلسة الرئيس بيقول فيها البناء بتاعه مش بس بيبقى فيها كل اعضاء المجلس لا بيتم دعوة شخصيات من خارج المجلس المفروض ان الحكومة كلها تقريبا بتبقى حضره وفي جهات اخرى يعني خارجية بتبقى حضره فالوقتي احنا البرلمان الجديد بتاعنا المرادي عدد العضاء فيه زاد بنسبة كبيرة ففيه تخوفات ان القاعة متكفيش فهو معدماش اي مشاكل خالص دستورية او قانونية ان احنا ممكن نعمل الاجتماع ده في مكان تاني بر بس برضو لحد الوقت لسه الكلمة النهائية ما تتخذتش القرارة النهائية ما تتخذتش هل اللقاء هيكون في القاعة رئاسية في البرلمان ولا هيكون براية تماما ما زلنا في انتظار هذه الكلام الى الصفحة الثانية والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني ونقرأ هذا العنوان الحكومة تستعد للفصل الدراسي الثاني تنفيذ دور رياضي بالمدارس وتفعيل دور مراكز الشباب للتلاميذ والصحة فحص ثمانين بالمئة من مدارس الجمهورية سيد محمد يعني ابرز استعدادات الحكومة لبداية الفصل الدراسي الثاني تمام هو يعني الحكومة بتسعد الفصل الدراسي الثاني في المدارس في التعليم قبل الجامعة يعني بتعاون وزارة التربية والتعليم مع عدة وزارات منها وزارة الثقافة منها وزارة الزحة منها وزارة الشباب والرياضة يعني والاهم او يعني وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة المفروض انها يتعامل دوري المدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة هتوفر له الملاعب وهتوفر له وهتفتح له مراكز الشباب والأمدية التابعة للوزارة للقيام بمباريات هذا الدوري بالنسبة مثلا لوزارة الثقافة هيتم التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الثقافة عن طريق إجراء مسابقات ثقافية ومسابقات فنية وتنظيم رحلات للمتاحف وتنظيم رحلات للمزارات الثقافية في مصر استضافة بيوت الشباب أو الهيئات العامة لقصور الثقافة هتستضيف معارض الفنية اللي هيعملها الطلبة هيبقى فيه تبادل بين وزارة التربية والتعليم والطلبة وبين وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة الثقافة وزارة الصحة ده خبر منفصل يعني وزارة الصحة صراحت النهاردة إنها عمل تكشف لحوالي 8% أو أكتر يعني بنسبة قليلة لتلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية وزارة الصحة بتبعت لجان لمرأبة اشتراطات الوقاية من الأمراض بتبعت لجان لمرأبة مدى تحقيق ضمانات عدم انتقال عدوى معينة انت عارف حضرتك في السن الصغير بتاعة الأطفال بتبقى فيه مثلا حظة مثلا غدة نوكافية مثلا الفلوانزة خنزير يعني فوزارة الصحة بصراحة في الظروف دي وفي ظل الانتشار للحاجات دي بيبقى ليها دور في المدارس إنها بترقب وبتدي تعليمات بتدي ملسقات للتوعية عن طريق ازاي التنظيف الجيد لليد المستمر بتوصل لدرجة انها سعب بتودي صابون ومنظفات للمدارس ومطهرات وحاجات زي كده يعني فيه استعدادات كويسة إن شاء الله للصف التاني يعني الترمي التاني من الدراس أبدو أيضا تنفيذ دوري رياضي بالمدارس يعني أبدو أن هناك عودة بقوة للأنشطة في المدارس مرة أخرى يعني من رياضة وغير ذلك أيضا ياريت احنا نتمنى بجد أن المدارسة ترجع تاني تبقى هي مش بس بتدي الدراسة مش بس بتدي الجانب العلمي بس لا احنا عايزين نطلع جيل جديد بيتعلم الجانب العلمي وبيتعلم فن وبيتعلم مزيكة وبيتعلم وبينعب رياضة وبينمارس رياضة علشان يعني دول شباب المستقبل دول المستقبل مصر اللي طالعين عودة مرة أخرى إلى الصفحة الأولى وهذا الخبر الرياضي سكوت الليلة قمة الألترس ممنوع الاقتراب من برج العرب والحرب النفسية سلاح القطبين أستاذ محمد يعني طبعا هي المباراة كان مقرر لها أنها تقام في ملعب آخر غير ملعب برج العرب ولكن يعني محاولة يعني أو الحفاظ على البعض الأمني فتم تقرر أنها تقام هناك يعني كيف يمكن أن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يليق بمصر وبقى الحفاظ على الجميع وعلى الأمن أيضا يعني والله أنا عندي اعتراب بس على فكرة بقى الحرب والقمة مش عارف إيه يعني الشحن ده هو بيهم المشاكل يعني يعني الشحن المعنوي والنفسي اللي بين الجماهير بتاع الفرقتين وبين الأهلي والألترس والمشاكل اللي احنا شايفينها احنا مش نقصين أصلا يعني فهو فعلا تم نقل المباراة لستاد برج العرب علشان يبقى بعيد شوية عن القاهرة والزحمة والألترس خاصة ان احنا شايفين ألترس الأهلي من أسبوع كان عندهم ذكرى وألترس الزمالك النهاردة عندهم ذكرى الضحايا بتوهم اللي راحوا يعني ربنا ارهابهم طبعا ونصبر زويهم فعلشان من ما نكررش حاجات زي كده واحفاظها على جماعة الأرواح وان المطش يخرج بشكل يليق الرياضة المصوية احنا عايزين في الاخر يتبقى فيه منافسة شريفة يتبقى فيه رياضة متعة واخلاق احنا بسا عندنا من أيام قليلة يعني بطولة كأس أفراقيا لمنتخب مصر في كرة اليار بحياة اللي خرجت بشكل مشرف جدا بالضبط يعني تجربة عايزين نستفيد منها ازايا نتمنى نرجع لكده نتمنى نرجع لأيام يعني ما كنا بنظم كأس الأهم الأفريقية في مصر ومصر فازت به وكانت المدرجات مليانة أسر وبنات وسيدات ورجال وأطفال وكانت المباراة بتتم بهدوء جدا رغم أن كان بيبقى الأستاذ مليان صحيح وكانت بتتم بهدوء وبأمان وما حدش بيحصل له حاجة ومازل بترجع مبسوطة هو ده هدف الرياضة هدف الرياضة هو نشر السلام يعني الرياضة بتصدر من نشر السلام بين الشعوب الشعوب المختلفة في أبنك أبناء الشعب الواحد المفروض أن نحن نتعامل معها بشكل فيه روح رياضية أعلى من كده المفروض أن نتعامل معها بهدوء وأن الرياضة فيها غالب وفيها مغلوب وفيه لسه بنفسه مستمرة الدهري لسه بدري عليه وطبع الأهلي متقدم شوية بس بفارق فارق بسيط يعني أربع علاقة مش فارق قوي والزمالك في مركز التاني وراه على طول فنتمنى أن المباراة تخرج بشكل كويس ما فيهوش أي مشاكل ما فيهوش إحتكاكات يقدم صورة للخارج في العالم كله أن نحن قادرين ننظم بطولات ورياضة ونلعب وما عندناش أي مشاكل داخلية علشان تبقى على أقل رد لبعض الصور السلبية اللي فيه بعض الأطراف بتحاول ترويجها عن مصر مؤخرا أكيد نتمنى عودة الهدوء والاستمتاع إلى جمهور كرة القدم والرياضة بشكل عام بهذا الملف نصل إلى ختام جولتنا اليوم في العدد الجديد لجريدة تروز اليوسف شكرا لضيف هذه الحلقة أستاذ محمد عبدالخالي الكاتب الصحفي بالجريدة شكرا أستاذ محمد شكرا لك فاند شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وغدا أخبار جديدة ولقاء يتجدد